أحسن الله بيكم من سنة الوقت السائلة تقول ما الفرق فضيلة الشيخ بين خلاف العلماء واختلاف العلماء؟ ما فرق بينهما الخلاف والاختلاف بمعنى أن العلماء تختلف وجهات نظرهم المسائل الفقهية نعم مسائل اجتهادية عما مسائل العقيدة والعبادة فهذه ليست مجالا للاختلاف لأنها توقيفية وقد يراد بالاختلاف تفرق هذا لا يجوز الاختلاف الذي بمعنى التفرق بين المسلمين هذا لا يجوز قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى قوله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم من بينات وأولئك لهم عذاب عظيم الاختلاف الذي يودي إلى التفرق بين المسلمين والتعادي بين المسلمين هذا لا يجوز أما الاختلاف باستنباط المسائل اجتهادية فهذا لا يوجب تفرقا ولا يوجب عداوة وهذا لا مد منه لكن مع ذلك لا مد من الآخر بما يدل عليه الدليل من أقوال المختلفين والرجوع إلى الصواب فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيروه وأحسن تاوينا